اشتركوا في القناة ما شفت بلد فيها اشاعات كثير الكويت ما شفت بلد تدداول الاشاعات وتؤكد انها حقيقة مثل الكويت وين الوعي؟ وين الوعي؟ مشكلة هذي لهم انتم ما تدرون انك 90% اللي على السوشيال ميديا كل اللي قاعدين يبثون اخبار كاذبة صفاء الهاشم النائب في مجلس الامة الكويتي انا برقالك وبقولك يلي تتوفرين كلامك ولا تتعرضين لمصر او لشعب مصر انتش قصتش بالضبط وشن اللي تبينا بالضبط يعني انت تبتقولين غصب مصر فيها فيروس كورونا السؤال اللي اوجهلك انت احسن من منظمة الصحة العالمية يا صفاء منظمة الصحة العالمية ما جامل دول وقت انتشار الاوبئة والفيروسات حطيها هذه حلقة في ودنك وحب اقولك ان السفارة الكويتية في مصر تمتثل لأوامر وزارة الخارجية والشهادة الصحية اللي طلبتها الكويت راح تعتمد من السفارة والمكتب الصحي الكويتي والمستشفى اللي راح يتم فيه الفحص الطبي مستشفى مؤتمد من مصر والسفارة الكويتية الفلسفة والتشكيت ليش اشتبين بالضبط فهمينا سكت دهرا ونطقتي كفرا يعني ما سمعنا صوتش في قضاية هم المواطنين الآن قمت تلع لعين يعني ما عندش مهنة إلا المصريين ومصر ترى ايه اللي قاعد تسوينا واللي قاعد تقولينا اللي تقولينا ترى تمثلين فيه نفسك وإذا بقيت تتكلمين يا صفاء اعتمد على المصادر الرسمية الموثوقة المؤلنة عن نفسها مثل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الكويتية الناطق الرسمي لوزارة الصحة في الكويت الدكتور ابو ثينا المظف والدكتور أبدالله السند الله يعطيهم العافية الأثنين أكدوا إن حتى يومنا هذا ولا إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا من القادمين في مصر عفوا من القادمين من مصر حتى هذه اللحظة كل الإصابات والمشتبه بهم من إيران بعد هذا ما منظمة الصحة العالمية هذه دولة الكويت والحلمتش منظمة الصحة العالمية قالت إن مصر لديها أحد أقوى نظم الحجر الصحي على مستوى العالم يا حبيبتي مصر في عهد السيسي غير مصر في عهد مبارك غير مصر في عهد السادات غير مصر في عهد جمال عبد الناصر لكل زمان دولة ورجال مصر في عهد الرئيس السيسي مصر الدولة العظمى حطيها حلق أفود نك نعم حطيها حلق أفود نك ولإلمتش الخاص إن وزارة الصحة المصرية تبذل جهود كبيرة لاكتشاف الاكتشاف المبكر لفيروس كورونا ولإلمتش أيضا إن تم إرسال بعثة طبية من منظمة الصحة العالمية إلى مصر ولخصت البحثة في تقريرها إن قوة النظام الصحي المصري لا يُعلى عليه وامتلاك أحد أقوى نظم الحجر الصحي على مستوى العالم هذا الكلام ما إحنا يايبينه يايبينه من؟ مو من نفسنا يايبينه من مصادر رسمية هي منظمة الصحة العالمية حضرتك يا صفاء بسلامتك يا يتشككين بالقطاع الصحي في مصر وتشككين في المستشفى اللي راح يطلع الشهادات الصحية لا تنسين إن السفارة الكويتية حريصة كل الحرص مع جمهورية مصر العربية إن تكون الشهادات سليمة إمية بالإمية هذه ما فيها تلاعب اللي قاعدة تشككين انتبهي يا صفاء لكلامك لا تقعدين تشككين هذا الأمر مرفوض وانتبهي للكلام اللي بقوله يا عزيزتي فيروس كورونا لا يمكن أخفاءه ولا يمكن لمصر أن تخفي الإصابة به ولا تنسين إن مصر كرة دولة سياحية يزورونها آلاف السياح وعندهم فقط في القطاع الخاص أكثر من 15 ألف أجنبي وفيها أجانب لزيارات التسويقية وفيها بعثات دبلوماسية وفيها بعثات دبلوماسية هل كل هذه يمكنهم إخفاء أي إصابة بفيروس كورونا تشكاعد التحكين شو قاعد تقولين يا صفاء ولا السؤال اللي موجه لك يا صفاء ممكن تجاوبين هل فيروس كورونا فقط تصيب المصريين ما يصيب الأجانب شو قصة تش لما تقولين دولة مثل مصر وبحجمها ما فيها كورونا إيه ما فيها فيروس كورونا ش اللي حارك حمسة تش دول شرق دول أوروبا شرقية ما فيها كورونا اشتبين بالضبط إنتي إحنا لو والله فكنا من الغف الموجود من الذباب الإلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي إحنا بخير يا صفاء لا تستقين معلوماتك من وسائل التواصل الاجتماعي 90% من الأخبار يبثها بهاين ما يفهمون ولا عندهم معلومات الذباب الإلكتروني الأخوانجي والموالي لإيران الأخبار كلها 90% منها كاذبة دوري على الحقيقة من مصادرها الأصلية نعم مصر ما فيها كورونا ما فيها فيروس كورونا ولا إصابة ولا اشتباه واللي كانوا مشتبهين فيهم بعد الفحصات والحجر الصحي تأكد إنه ما فيهم كورونا المقيمين المصريين اللي كانوا في إجازة ما تقدرين تمنعينهم إذا كانت الشهادة الصحية سليمة ما تقدرين تمنعين أحد ما تقدرين تمنعين أحد يعني وتأكد لما يون رح يتم فحصهم أيضا من قبل وزارة الصحة الكويتية وكفي تصرف فلسفة بايخة ما نبي وإيب اللي قاعدة تسوينا ترى الإشاعات وانتبهوا انتوا يا شعب الكويت الكلام اللي رح أقوله الإشاعات اللي قاعدين تروجونها ترى يؤلفها الحاقدون على مصر وينشرونها الحمقة ويصدقها الأغبياء فحاولوا أن لا تكونوا أحد هؤلاء الثلاثة أعيدها مرة ثانية عشان تحطونها حلأ في ودنكم الإشاعات يؤلفها الحاقدون وخاصة الإشاعات على مصر يؤلفها الحاقدون على مصر وينشرونها الحمقة ويصدقها الأغبياء فحاولوا أن لا تكونوا أحد هؤلاء الثلاثة صفاء إيران بالكامل على لسان رئيس الجمهورية الإيرانية ربحاني يقول إن إيران أصبح الفيروس منتشر فيها وهي مصدر الإصابة الكبير لدول الخليج ومع ذلك يا صفاء تحاولين من المقيمين من المصريين في الكويت من الدخول إلى الكويت مع إن لم تسجل أي حالة واحدة سواء اشتباه أو إصابة لمصري أنا أنا عيست ونشف ريجي وأنا أقول لكم تحروا الدقة اللي عندنا مع الأسف ينقصهم الوعي وصدقون أي خبر على السوشيال ميديا اللي أخبرهم تسعين بالمئة افتراء وأكاذب وأرجوكم أرجوكم أرجوكم لا تمشون ورب هايم السوشيال ميديا الذباب الإلكتروني الأخوانجي أو الإعلام الموالي لإيران اليوم أفتح الصفح التليفوني وألقى الله أكبر أخبار تاذبة لأو مع الأسف يعني من كل اللي عندي في الواتساب ومع الأسف يتم ترويجها دون تحرر البطاقة والخبر يقول عاجل من دخول الكوتيين مصر وحطين الخبر على لسان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وإن بداية من 6 مارس إلى إشعار آخر يطبق القرار على الحاملين إقامة الكويت سارية ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل الله أكبر طبعا هذا الخبر إشاعة وعارن عن الصحة جملة وتفصيلة وخذوا الخبر اللي خص قطر وشالوا كلمة قطر وحطوا الكويت طبعا أنا بطبعي ما أمشي وراء الإشاعات وكل القاعدين يقولوني أقول لهم أنا ترى إشاعة أنا أنا اتصلت في سفيرنا في القاهرة وقلت لها شرايك في هذا الأمر قال إشاعة 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 وليس لها أساس من الصحة قلت لها شكرا سعادت السفير وما قصرت والآن أنا هذا الكلام أقول لكم إياه على لسان سعادة سفير دولة الكويت في القاهرة الله يعطيه العافية اللي قال هذه إشاعة وليس لها أساس من الصحة طبعا مثل ما قلت لكم وراء هذه الإشاعات الذباب الإلكتروني الأخوانجي والإعلام العربي الموالي لتنظيم الأخوان وإيران ويليت اللي عندنا تبطلون ترويج إشاعات تردوختونه وأذيتونه بس كون من هالإشاعات هالإشاعات وين المصدر لا لكويت ولا مصر اتخذت مثل هذا القرار لا لكويت ولا مصر اتخذت مثل هذا القرار من وين يبتو هالخبر هذا مع العسف ما تفكرون تمشون وراء إشاعات وين الوعي أدروا الخبر تبينوا تبينوا قبل الله ترسلون وتروجون أي إشاعة يا جماعة الإشاعات أمر خطير هذه الإشاعة هدفها إثارة الناس والأمل على البلبلة والفتنة هذه الإشاعة لها هدف خبيث وراء جماعة الأخوان في الكويت سواء من الكويتين أو المصريين أو جنسيات أخرى مثل هذه الإشاعات مرفوضة هؤلاء يريدون تدمير العلاقات بين مصر والكويت نقول لهم مهما سويتوا ومهما عملتوا يا جبل ما يهي الزكري العلاقات بين مصر وبين الكويت متميزة ومتجذرة على كافة المستويات وعلاقة نسب ودم يعني بطلوا سؤال فيكم هذه وبطلوا هذه الإشاعات نأبكم طلع على شونه وفي النهاية موتوا أبغيثكم بحبك أوي يا مصر بحبك أوي يا مصر بحبك يا أم الدنيا تحيا مصر ويحيا رئيسها فخامة الرئيس قد الفتاح السيسي وجيشها وشعبها الأصيل الشهم هل وصلت الرسالة؟ أنا معاكم الإعلامية عيشة رشيد